بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهداء أو حق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء إزاي وأنواره بتشعع في حياتنا وبتخلينا نعرف طريق الخير من الشر وتخلينا كمان نعرف طريق الهداية وتفتح لنا أبواب كتيرة جدا جدا بوسع في الحياة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نوره يبقى قدام عيننا يفتح لنا باب الحياة كلها ما هو الله سبحانه وتعالى قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالم بوسعه وبكل أطيافه وبكل مجالات الحياة فيه محدش يجي يقول لي أنه هو مش قادر يشوف جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يمعن النظر فيه ويبص عبعين على حياته هايشوف إزاي جمال حضرة النبي ونور سنة حضرة النبي هتفتح له كل الأبواب المغلقة تعالوا نشوف والناس بيشتكوا كتير قوي قوي دلوقتي في المعاملات وفي العلاقات وبقى عندنا مصطلح العلاقات المسمومة والعلاقات المستهلكة تعالوا نشوف الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا وقسم لنا الناس إزاي وإزاي الواحد فينا يكون باب للخير ويكون الإنسان ده موصول بالله سبحانه وتعالى حضرة النبي حديث من جوامع كلمة بيتكلم عن البشر بيتكلم عن الناس فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه يا الله حديث ده ممكن نعيده مرة واثنين وثلاثة عشان يدخل يتغلغل في قلوبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر يا رب جعلنا منه وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير يا رب جنبنا هؤلاء فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه يا رب سلم الأيام دي بقى بقينا نلاحظ إن مفاتيح الخير قلت في حياتنا فناس كتير عندهم خوف وفزع وجزع ووجع لأنهم مش بيلاقوا حد يفتح ليهم أبواب الخير ويغلق عليهم أبواب الشر تحت الشهر الكريم اللي هو اسمه رمضان لما ربنا حاب يزينه زينه بفتح أبواب الجنة أبواب الخير ووغاء تغليق أبواب النيران أبواب الشر وكأن فكرة فتح أبواب الخير وتغليق أبواب النار هو دوت معنى الوصال مع رب العالمين فأبواب الخير وأبواب الشر موجودة على طول لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في هذا الحديث المنور إن احنا نكون مفاتيح لأبواب الخير ومغلق لأبواب الشر هقولك حاجة يعني كان تعبير بديع زي ما شفنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا التعبير المنور الجليل وهو بيصور الإنسان على إنه زي الشجرة هاين بيصور لنا الإنسان زي المفتاح ليه المفتاح؟ عشان يقول له انت ورق خير كتير فافتح الباب للناس وعشان يعلمه كمان إن المفتاح في الحقيقة مش بيفتح على الناس بس ده بيفتح قلبك على الله وعشان كده الإنسان اللي بيبقى مفتاح للخير بيتلاقي فيه ثلاث حاجات بيفتح باب الأمل والرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى قدام أي حد معاه وده بيحول الناس قدامه إلى إنهم يحسوا كأن الملائكة معاه لما يقربوا منه يحسوا بالنور وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر إيه ده وعشان كده يتعاقبون فيكم ملائكة طب إحنا عايزين نقول إيه في بعض الأحيين أنت مش محتاج ملائك عشان يخليك تقبل على الحياة أنت محتاج عبد موصول بالله يفتح قلبك على الله أنتوا عارفين دايماً بنقول كده إن كل قلب من قلوب العباد ليه بابين باب على الحق وباب على الخلق أو أنا عارفت ليه القلب من ليه باب على الخلق عشان ربنا يرزق بعض الخلق إنهما يكونوا مفتاح لباب القلب على الحق وعشان كده بيوصلوا للعباد النعمة فالشخص اللي بمفتاح للخير ده بيخلي العباد يدوقوا حلاوة نعمة ربنا زي ما فيه ناس بيحسسوا الناس إن الدنيا سودت في وشهم فيه ناس يحسسوا إن رؤيتهم بس تحسس الناس إن الدنيا مليانة وسع ومليانة بركة ومليانة نور وعشان كده أول حاجة في الشخص اللي انت يكون مفتاح للخير أول ما تشوفه تحس بالأمل ويوصل لك الخير يوصل الخير للناس ونفهمهم خصوصا أهل بيتك اللي بيقوله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله مين أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله إيه سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا إيه اللي حاصل إيه اللي حاصل إن إيه كل الكلام الرائع ده إنك تحب للناس ما تحبه لنفسك قل زيك حديث الرسول الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير اللي بيعمل الخير ده عقبته حسنة في الدنيا والآخرة أما الشخص اللي هو مفتاح للشر هتلاقيه فيه ثلاث حاجات ثلاث صفات سيئة بالإضافة لكثرة الخوف والفزع والجزع والوجع هتلاحظ فيه ثلاث حاجات على طول عنده إيه عنده يأس وشايف الدنيا سودة شايف الدنيا سودة والعاذ بالله سودة سواد شديد وما يقدرش يفهم الكلام اللي قاله الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم قال إيه ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون فإيه اللي حاصل فتلاقيه قانت من رحمة الله مش بس قانت ده بيقنت الناس كمان ودايمن بيأذي الناس سواء أزى حسي أو أزى معنوي وربنا توعدوا بالعقاب اللي بيعمل النوع ده ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا يا الله هو ناقص يعني مش كفاية أنه حياته سودة وكمان بيأذي الناس فياحتمل بهتانا وإلا تلاقيه قلب الشخص دوت قلبه مليان غل وحقد وحسد وكره للناس لدرجة ممكن يظهر الكلامتها في فلتات لسانه من غير ما يشعر فده مفتح للشر مغلاق للخير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم درب لهم مثل على ده فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الجنة في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مريء لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء يقول انظر هذين حيث يصطلح يعني ايه خلي دولة مش هيغفر لهم لغاية ما يصطلح وتلاقي الشخص ده بقى اللي هو الشخص المغرق للخير ده مفتح للشر كثير الشكوى والسخط الدائم ويخلي الناس حلهم ولا هازوا بالله كرب على طول لما تقعد معاه تحس ان الدنيا كلها سودت ويتوجع ويحكي لك مأسي والظلم اللي وقع فيه وتعرض عليه وتعرض لي طب نعمل ايه عشان نبقى مفاتيح للخير فيه اربع اجراءات نعمله الاجراء الاول عشان تبقى مفتاح للخير ايه هو تروح تتدرب على انك انت تستطيع ان انت تخرج احسن ما في الناس ده محتاج تدريب ده ان انت تتدرب على انك انت تتخرج احلى ما في الناس ده محتاج تدريب ولو تعودت على ده هتبقى حاجة جميلة من التدريبات اللي انت تتدرب على ان انت تزايد ماذا تمدح الناس متح ليس فيه نفاق ولكن فيه اظهار لما فيهم من الخير اعرف ناس والله بينهم وبين الهداية كلمة حلوة اعرف ناس بينهم وبين فعل الخير وفتح ابواب الخير كلها كلمة حلوة فعشان كده انت لازم تتعلم الكلام الحلو اللي طلع احلى ما في الناس فاول حاجة تتدرب على انك انت تخرج من الناس احلى ما فيه اذا كنت عايز تبقى مفتاح للخير لان اول مفتاح لازم تكونه للخير وانك انت تفتح قلوب الناس طب تفتح قلوب الناس ازاي بان انت توريهم جمال ربنا ومددوا فيهم ولذلك ايه اللي حاصل احظم حاجة ان انت تفهم حديث الرسول اللي اللي صلى الله عليه وسلم المسلم مرآته اخي يعني ايه مرآته كن مرآة تري اخيك الجمال الذي فيه يا سلام دعوني ده تاني اجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمله كن كل يوم في خدمة احد من الخلق ويا سلام لو استعت ده وبقيت عندك خدمة في المجالات الخامسة اللي اقولها لكم خدمة في البيت في الاسرة وخدمة في العمل وخدمة في العلاقات مع الاصدقاء وخدمة كمان لحد تفتح عليه باب السعادة وخدمة كمان تساعد حد على انه مستقبله يبقى احسن وافضل مجالات حلوة حاول تعمل فيهم خدمة لو عملت ده عايبقى انت مفتاح للخير الحاجة اللي بعد كده كمان اللي بأول حاجة اتعلم ازاي تخرج احسن ما في الناس تاني حاجة اخدم الناس تالت حاجة كمان حاول بقدر الامكان ان انت تعلم الناس ازاي يخدموا الناس دل للناس من ورا بعض كده قولوا ما تروح تعمل لفلان الحاجة الفلانية دي هيحبك ما تروح تعمل لفلان الحاجة ديت ما هيحبك دل للناس وده من افضل انواع الاصلاح اخر حاجة ممكن تعملها ان انت طول الوقت تعمل ايه تمدح الخير اللي في الناس عشان الخير يبقى عاعدة فيهم ان لما حد يعمل حاجة كويسة امدحه ولما حد يعمل حاجة فيها تطوع ساعده ادعم الخير كل ما تدعم الخير كل ما قلبك يبقى مليان خير اربع حاجات لو عملتهم عاملوا بيت من الخير في قلبك والبيت ده واتفتحه بمفتاح التوفيق الله انه اريد الا الاصلاحة ما استطعت وما توفيقي الا بالله ساعتها هتبقى مليان خير يا رب جعلنا دايما من اهل الخير وكرمنا ووفقنا وجعلنا دايما من اهل الصلاح وجعلنا دايما مفاتيح للخير يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا عشان نتكلم معهم ازاي نقدر نطبق الكلام اللي احنا قلنا ده في حياتنا وازاي نفتح أبواب الخير ونكون مفاتيح للخير على مرضات الله وعلى محبة رسول الله ان شاء الله ربنا يقبلنا من اهل الخير ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا احبابنا اللي احنا نطبق معاهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح الخير ومفاتيح مفاتيح الخير ومغاليق الشر وازاي نطبق ده في مجالات الحياة اللي هي مليئة بالتفاصيل ومليئة بالطاف الله سبحانه وتعالى ومليئة بفرص النور انا بسميها دايما فرص النور معانا عبر الزوم المهندس محمد علاء مهندس ميكاترونيكس ازاي كباش مهندس ازاي حضرتك ازاي حضرتك ايه الأخبار الله يبارك في حضرتك ومعانا كمان عبر الهاتف معانا الاستاذ احمد عزة رئيس مجلس ادارة احد معامل الوراثة ازايك يا سيد احمد ازاي حضرتك الله يبارك في حضرتكم انتوا سمعتوا معانا بعض الكلام اللي احنا قلناه عن حديث رسول الله سلم الذي يتكلم عن صنفين من الناس الصنف اللي هو مفاتيح الخير مغليق الشر والصنف اللي هو مفاتيح الشر مغليق الخير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مدح اهل المفاتيح التي يفتحون بها الخير وحظر الناس من ان هما يكونوا مفاتيح للشر خلوني نبدأ مع البشواندس محمد علاء ونسأله انت ازاي شايف ان انت ممكن تطبق هذا الحديث في مجال عملك بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم انا شايف يعني انا دلوقتي مجالي في المقاولات والصنعة والعمالة والحاجات اللي كده فانا شايف ان انا كل لما بعلم حد جديد وانا انا انشله من انه هو عنده فقدان للامل من الحياة اللي مجرد بيشتغل وخلاص ومجرد انه هو حياته فيها كسائك المقفولة انه هو بس عشان يجيب الفلوش ويصرف على نفسه ويبقلتش مثلا اللي بعد عشر سنين هو هيبقى شغال ازاي او كده خصوصا لما يبقى حد مش حاطط غير هدف انه هو يعني يأكل ويشرب فلكن هو بفتح له باب امل في الشغل وبيفتح له باب امل انه هو يعني ينتق اكتر ويفيد نفسه اكتر قبل المكان اللي هو فيه حتى لو ساب المكان اللي هو فيه يفيد مغيره وبالتالي هيعم على الاخرين ف وانه هو حتى لما يبقى حاجة بعد عشر سنين بعد خمس سنين او كده يعلم سين تاني بعدي او كده ده احسن مفتاح للخير انا ممكن انا بس عايز اقول عايز المح بس مع حضرتك شيء في غاية الروعة ان انت مش شايف ان مفتاح الخير هو ان انت تدي لحد فلوس او انك انت تخليه يأكل اكلة حلوة لكن انت شايف ان مفتاح الخير ان انت تفتح له مهارة جديدة وتخليه يقرى حياته بشكل مختلف فانت شايف ان مفتاح الخير هنا هو مفتاح المهارة مفتاح سعة الافق صح كده انا فاهم كده صح بالزبط صح على ان الفلوس بتروح وتيجي مع الايام لكن المهارة والحرفة والصنعة والحاجات اللي زي كده هي اللي هتفضل معايا هي اللي هت يعني اللي تدي له الامل انه يبقى عايش يبقى عايش بأمل حلو عايش في حياته انه هو يطاق من نفسه او يكون نفسه تكوين وهو حاسس انه هو مش بيكون اسرة بس لا خلينا اقول لك حاجة يا باش مهندس احنا عندنا حاجة دايما كده بنقول لها قاعدة فيما يتعلق بالصدقة الجارية دايما نقول للناس ان الصدقة الجارية اعظم صدقة الجارية هي ما تكون في الانسان مش في البنيان يعني ان انت تبني انسان دي اعظم صدقة اعظم من انك انت تبني بنيان ليه لان الانسان كل نفس من انفاسه وانت بتعلمه حاجة جديدة بيكون صدقة جديدة لك اسمح لي يا باش مهندس أروح للسيد أحمد عزة سيد أحمد نفس السؤال بس أنا عايزة أتكلم مع حضرتك بشكل آخر أني أنت مجال عملك مجال يتعلق بأشياء دقيقة فهل وخاصة التحليل المتعلقة بالوراثة يعني أنت عارف حضرتك أن الحياة دي بتبقى في غاية الدقة إزاي نقدر نطبق هذا الحديث وإزاي يبقى ده مفتاح لكل خير والله يا دكتور يعني إحنا زي ما حاجة بتقول المجال العملك عن دقيق جدا جدا فده بيحتاج من كل العاملين عليه أن هما يكون عندهم دقة عالية جدا 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 فعشان الشخص يكون قادر يبعنده الدقة دي لازم أنه يكون مرتاح ولازم يكون شايف معنى للشيء اللي هو بيعمله فمن أكتر الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها داخليا في الشركة من ناحية التنمية البشرية والإدش أرب اللي نحاول نخلي فيه قيمة ومعنى لكل خطوة إحنا بتعملها في الشغل أنا أقول حاجة سيد أحمد أنا أقول سر من أسرار اللي أنت بتعملها في الشغل أنت عندك كده جلسات بتتكلم فيها وكأنها جلسات تنوير وكأنها جلسات حالة من حالات يعني أن أنت تغمس العمل اللي أنت بتعمله في أشياء منورة وأشياء قيمية وأنا شفتي بعض من الحياة دي وكنت سعيد بيها جدا جدا وردت تكلمنا عنها بالتفصيل الحياة دي هو في الحقيقة دكتور عام زي ما حكم بتقول بالزبط يعني احنا مش بنضيف القيمة على قدم ما احنا بنحاول نشوفها لأنها في الواقع بتكون موجودة وكل حد بيعملها بس شوية سرعة الحياة مع الجزء المادي مع التركيز مع التارجت مع الفلوس بيفقد الشخص بس أنه مش قادر يشوف الحاجة دي فبنعمل عندنا حاجة اسمها motivation monday أو يعني كل يوم اتنين الساعة تسعة الصبح كده الشركة كلها واحد يعرض شيء من اللي هو بيقدمه في الشغل ويعبر عن قيمة ده في حياته هو شايف النهاردة وانا واقف بشتغل على التحليل ده وبحط المادة دي على المادة دي ده ازاي بيترجم عنده هو إلى قيمة وإحنا مش بنقول لحد حاجة هو كل شخص في الحقيقة لما بيبس يتاح لي الفرصة للتفكير والتعبير عن ده هو بيكتشف أن الموضوع أعمق من مجرد أن أنا بضيف شيء على شيء لا إذا أنا لو ما عنديش قيمة الرحمة والإحساس بالمريض ممكن ما انتهيش بالخطوة دي بنفس الدقة وبنفس السرعة فبيتغير خالص رؤية الشخص وإحساسه خلال العمل يا سلام عليك أنا عايز أقول لك يعني الله يفتح عليك لأنه في الحقيقة حضرتك قلت حيات مهمة جدا جدا في مفاتيح الخير في خطأ جوهري منهجي هيكالي بنعمله وإحنا بنحاول نخلي الناس تعيش القيم إيه الخطأ اللي هيكالي المنهجي ده إن إحنا بنصر إن إحنا نزرع القيم نفترض إن الناس ما عندهمش القيمة فإيه اللي حاصل فنغرس فيهم القيمة على إنهم ما عندهمش القيمة دي خالص لكن الكلام المهم اللي أنت قلته إن القيمة موجودة عند الناس بس محتاجة إن إحنا نشيل من عليها الغشاوة ونشيل من عليها الغبار ونلمعها فتطلع القيمة بشكل جيد جدا جدا دي كانت النقطة الأولى اللي حضرتك تفضلت بيها نقطة تانية المهمة كمان إن إنت حضرتك قلت إن الناس بيشتغل القيم عندهم بمجرد إنهم ما يتكلموا عنها يحسوا إنهم قادرين إنهم ما يعيشوا بالقيم دي وممكن الكلام ده يحصل بأشياء صغيرة جدا مش محتاجة أشياء ضخمة جدا 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 ولذلك المفاتيح الصغيرة بتفتح القلوب الكبيرة دايما نقول للناس كده المفاتيح الصغيرة بتفتح القلوب الكبيرة والدليل على ذلك إن ابتسام الطفل ممكن تفتح قلب أشد الناس صلابة وأشد الناس نوع من أنواع الخشونة فلذلك إيه اللي حاصل؟ ها الأمرين اللي حضرتك تفضلت بيهم دولا في غاية الأهمية تعالوا نروح مثلا لبشواندس محمد علاء بشواندس محمد علاء أنا خلينا أقول لحضرتك إيه أكتر حاجة مرة عملتها وحسيت أن ربنا سبحانه وتعالى وفقك أن أنت تكون مفتاح للخير فيها أنا يعني من أكتر المواقف أن أنا يعني كنت يعني متى في مكان وكده وشفت حد يعني كان عمل منهار نبيا وبتاعه كنت فاكر يعني أنا قلت يمكن لحاجة أو الكلام ده كله فيعني مجرد أن هو عمت كلا وقعدت تكلمت معاه لقيته هدي وهو أحد يعني كويس جدا وقيته يعني هادية جدا بس هو مجرد حصل له موقف ونهار فحسيت فعلا أن ربنا كان بيسبب لي الأسباب اللي أنا أروح للمكان ده عشان خاطر أقابل الشخص ده امسك بقى في الكلمة الرائعة اللي أنت تفضلت بيها يا سيد محمد علاء إيه بقى يا بشو مهندس أن ربنا سبحانه وتعالى بيسبب لي الأسباب يعني خلينا أقول لكم حاجة حاجة بسيطة خالص ونحن نتكلم في وسط اتنين منورين ربنا يبرك لكم ويجعل ده في ميزان حسناتكم إيه الحاجة اللي أنا بقولها ببساطة خالص أنت لن تستطيع أن تشعر بالمدد وتشعر بنور الله سبحانه وتعالى وبكرم الله إلا عندما يسري فيك مدد الله ونور الله وإنت بتشوف وإنت بتق ربنا سبحانه وتعالى بيجعل كلامك باب من أبواب الدخول في قلبي واحد فتنجيه من ظلمة الإيه؟ من ظلمة الخوف أو الرعب وتحس أن النور ده سرى من قلبك لقلبه ده من أعظم الأوقات اللي ممكن الإنسان فيها يحس بنور ربنا وساعتها يحس فيها أنه كأنه كمان بيحيا مع الشخص اللي هو بيحفيه وأنا أعرف ناس كتيرا لما بتعمل الحالة دي يحصل لها كأنها تدمع ويحصل لها حالة من حالات الخبوط ويمكن يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويرتقي حاله أنت شفت بريق عين وبعد ما أنت عملت معاك كده يا سيد محمد شفت أنه هو يعني اتبسط بالموقف يعني أنه أنا معرفوش أصلا وأول مرة شفني أنه حد غريب كان وحد وقف يعني أنه أنت جيت لي منين أو كده فأنا وانا برضو مش عرف أصحيح أنت جيت له منين بالزبط أنت جيت له من عند رب العالمين أنت كل الحكاية أين أريده إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى والناس حتى يقولوا ربنا حطك في طريقه فأنت ربنا حطك في طريقه تمام فيعني هذه الحالة حالة بديعة أنت كنت بتكلم لكلامك قطعتك معلش تفضل فيعني اللي أنا أصد أقوله يعني أن مش كل حاجة تبقى بالمادة أو كده كلمة حلوة أو يعني اللي أنا يعني أشوف حد محتاج إيه كنفسيا أو كده دي ممكن تغير فيه أهم من المادة وأهم من كل حاجة آآآآ سيد أحمد عزت اللي الـ 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 إنت مستمر في هذا في هذه الفكرة الرائعة اللي أتنين النور دا ان انت كل يوم اتنين تعمل الكلام ده. هسألك سؤال شوية يعني ممكن يكون. انت مش شاف انه ممكن يعطل العمل? صراحة لانه اه احنا خلصنا الشركة كلها كل واحد بيتكلم عن قيمة. ومن كتر ما الناس ده اصبح بالنسبة لهم زي وقود او زي شيء بيضيف ليهم. قالوا لا اعايزين نكمل. فعملنا حركة كده لغبطنا القيم اللي كانت تقدمت كلها وبقينا ندي لكل واحد قيمة حد تاني من اللي نتكلم عنها. ونقول له روح حاول طبقة خلال اسبوع. وتعال احكي لنا ايه اللي حصل. فبدأ كل انسان مش بس استفاد بقيمة اللي اكتشفها عن نفسه ده بدأ يقرر بحاجات هو ممكن يكون عمره مكان متخيل ان هي موجودة فيه ويكتشفها فيطبقها في حياته الشخصية ويطبقها في حياته المهنية فبصراحة هو مستفيد كشخص واحنا كشركة مستفيدين ان الناس كلها مستوى بتحسن يعني احنا موصلناش بس ان احنا وكأن المسألة لما تفتحت القلوب فشافت حضرة المحبوب سبحانه وتعالى فشافت الدنيا واسعة فحبت ان هي تستمر وهي تكمل صحيح كده؟ صحيح يا دكتور طيب هل من الممكن ان احنا في يوم من الايام نطلع كتاب يحكي التجربة القيامية دي؟ يعني بعدها نرسل القيام اللي كل واحد قدم ثلاث نقاط ونخليها عندنا يعني فكرة حضرتك طبعا ممتازة صراحة احنا كنا قلنا ايه يعني زي ما نكون مش عايزين ننسى ان احنا عملنا الموضوع ده ويبقى تاخر كل سنة في كتاب صغير اللي كل واحد يشوف الاضافة اللي هو نفسه ولكل الناس اللي حواليه ولكن التجربة كرتفينها واللي خارج منها ده كمان فكرها اوسع يعني ممكن ان شاء الله تكون حاجة مفيدة فعلا طيب لو روحنا لبشمهندس محمد علاء بشمهندس ايه اهم نصيحة ممكن توجيها للناس باعتبار حضرتك عندك التجربة ايه اكتر نصيحة ممكن توجيها للناس في مسألة فتح القلوب والعقول للخير اول حاجة انه يعني لما حد يجي لك جديد في الشغل او حد يبقى تحتيك او كده هو عد خاف انه هو ممكن ياخد رزقك او ممكن لما يتطور ييذيك في شغلك او كده يعني دايما انت يعني ادي بلا مقابل ربنا هو اللي بيجازي في الاول وفي الاخ فما تقيسيش حد ان انت ما تعلموش بالزيادة تبقى سايبله وتكة مش عايز تتعيله علشان خاطر اه الحاجة دي الحاجة دي خبيثة او وده باب من ابواب النفس الامارة بالسوق عند الناس ما تدلوش كل حاجة لان لو اديته كل حاجة يبقى انت ايه اللي يفضلك تمام فده حاجة حاجة سيئة فانده بتقول لا ادي له ادي للناس كل حاجة ولسه وما عند الله يعني اوسع وابكى وخزائنه ملأة صحاء الليلة والنهار بالزبط طيب حتى واحنا كان زمان بنشوف دايما مع كل مثلا عامل او فما احد اصبر منه سنا كده بيبقى اللي هو يعني اللي زي الطوي يعلمه هو اللي بيقى لكن دلوقتي ما بنشوفش كده ممكن دلوقتي بنشوف اللي الناس كل واحد يشتغل بنفسه ومش عايز يعمل جروب حواليه عسنا دايما يبقى وحس ان هو ايه يبقى الواحد واللي يواخد المكان الواحد او حتى ساعات بتبقى حاجات اسوأ من كده ان هو مش عايز يفتح الخير على المساعد بتاعه ويفضل المساعد ده بيعمل الاشياء الكتابية والاشياء ما يبعده عن الاشياء الفنية اللي بتفتح عليه ابواب الخير يحط له بش الاشياء اللي هي يبقى هو مش عشان يطوره مش هو موجود معاه عشان يعلمه لا وانا اظن ان هذا يدخل في كتمان العلم ومن كتم علما الجمع والله واللي جاء من نار يوم القيامة فعشان كده لازم نتعود ان احنا نوسع الخير ده سيد احمد عزت خليني اختم معك وقول لحضرتك واسألك نفس السؤال حضرتك ايه اكتر درس اتعلمته وتحب تعلمه وتحب تشاركه مع الناس فيما يتعلق بمسألة فتح ابواب الخير وغلق ابواب الشر يعني انا هقول لحضرتك الحاجة اللي انا بحاول افكر نفسي بكل يوم انه اسمع بكتر ما تتكلم واسيب الناس اتدلع مساحة ان النور يخرج منها وما تكبتش على نفسهم وهو كان نصيحة واسمع وهو كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يخرجها من الناس بس مزنقين على بعض لما بنتدي مساحة العملات تمشي لوحدها يعني انا مش عارب يعني النصيحة دي على قد بسطتها على قد روعاتها ان كتير من الناس بيبقى عندهم انوار كتيرة وبيبقى عندهم افكار عبقرية وكتير من الافكار دي بتموت لما حد يمنعه من انه يتكلم او حد يوقفه او حد في لحظة مهمة وبيربط في افكاره يقطعه فالافكار دي تتمزق وتضيع انا عايز اقول حاجة ان مش بس تضيع اعمار الناس او تضيع اموالهم بيكون بس بان ان انت تاخد منه الفلوس او تسرقه ممكن تسرق منه كمان الربط اللي ربنا كان ملهمه اياه والمدد اللي ربنا كان مدهوله ما بين افكاره ونزاك كتير من الناس يقول له سبني ما تقطعش حبل افكاري مين اللي جعل الحبل ده اللي وهبوا هذه المنة الله فما تقطعش الطريق اللي ما بين عبده وما بين الله ويهي تاني يا سيد احمد يعني والله يا سيد احنا لو قدرنا نعمل كده الخير بقى يبقى من عند ربنا لا يعد ولا يوحس يعني ااً لو قدرنا ان حقاق ده نستقبل بقى على قد ما نقدر ان شاء الله أنا الحقيقة مش عارف أشكر إزاي البشواندس محمد علاء وكمان السيد أحمد عزة السبكي أنا شاكر لحضراتكم كل هذه التطبيقات اللي في الحقيقة تطبيقات مليئة بالنور ومليئة بالبركة ومليئة بالصفاء بس خلينا نقول حاجة مهمة قوي إن كل واحد فينا قادر يكون مفتاح للخير ما فيش حد إلا وعنده مدد من ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد إلا وعند الله سبحانه وتعالى أمده عشان يكون مساحة سعة وبركة ونور على الآخرين ما تقفلش على نفسك لأن أول واحد بيتقفل عليه باب الخير لما تكون مغلاق للخير مفتاح للشر هو أنت خلي بالك أنت قلبك مفتوح على عطاء ربنا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لو أغلقت على الناس أنت في الحقيقة أنت لا تغلق على الناس ولكن تغلق على نفسك فتحا كان أرسله الله سبحانه وتعالى لتزوق من حلاوة إن فتحنا لك فتحا مبينة الله سبحانه وتعالى بيعطي العباد مش عشانهم بس بيعطوا العباد عشان يمرروا خيرهم وبركتهم للناس شاركوا الناس في خيركم وشاركوا الناس في الأفكار وشاركوا الناس كمان في المحبة شاركوا الناس كمان ان انتوا تسهلوا عليهم طريق الخير ما يبقاش الواحد عايز عشان هو يبقى قريب من ربنا يبقى هو الوحيد اللي قريب من ربنا اتعلموا معنا مهم جدا ان انت لو بتحب ربنا صدق الحب هو ان تجعل حبيبك حبيبا للكل وليس حبيبا لك وحدك لو انت صادق في محبتك لربنا اجعل كل الناس تحب مولانا واكتر حاجة شفتها تفتح ابواب الناس للخير والمحبة ان انت تفتح قلوبهم لنعمة ربنا وما شفتش حاجة ابدا تخلي الناس تدوق نعمة ربنا الا ان يجي حد ويشور له عن نعمة دي ويشوف النعمة دي كثير من الناس بيغفلوا عن نعم ربنا فيهم ويجي الشخص اللي ربنا يجعل الملائكة تنطق على لسانه ويجعل مدد ربنا يظهر بنوره في قلبه وفي كلامه وفي تصرفه اللي مدحه حضرة النبي وقال ان هو من اهل الجنة الشخص اللي بيفتح قلوب الناس عشان يكونوا من اهل الخير يا رب الهمنا ان احنا نكون من اهل الخير والهمنا ان احنا نكون مفتيح للخير عشان نكون مع خير انسان واحب عبد الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا يا ربنا في سحتك عارفين ان انت بتحب الخير وبتحب الطيبين والطيبين هم الخيرين يجعلنا يا رب من الخيرين ويجعلنا من الطيبين واقبلنا يا رب العالمين في رضاك وفي مددك وفي ساحتك وفي حضرتك لكي نكون من اهل السعادة في الاولى واهل السعادة في الاخرة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين هبنا رحمة ونورا في كل وقت وحي